بدر الدين أرجع لديك تقارير صحفية تكشف عن أرقام تنسبها لمدرب مغربي أو للناخب الوطني تقول بأنه يتقاد أجرا شهريا بقيمة 120 مليون سنتيم فضلا عن امتيازة أخرى كسكان كسيارة كمسائل الجميع يعلم بأن أجر المدرب كما نعلم جميعا أعتقد في حدوث 8 ألف أورو ولكن هذه الأرقام لجبتها جريدة المساء خلقت الجدل أنا كان أعتقد على أنه الأرقام دائما تتبقى اللي يمكن يصادق عليها هو الجامعة المالكة المغربية لكرة قدمنا لا أشكك في مصادر أي أحد ولكن على كل حال الأشياء التي قدمت إلينا وأتذكرها جيدا في بداية كاسفرقية الأمم عندما تم تصنيف المدربين المتواجدين في نهاية كاسفرقية الأمم توضع على رأس اللائحة المدرب المكسيك خافير أغيري خافير أغيري مدرب المنطقة في مصر يمكن يكسر 108 ألف أورو في حين أنها وضعت أورو في حين أنها وضعت أورو في حين أنها وضعت أيرفيرونار براتب 80 ألف أورو اليوم إذا كانت 120 مليون ما كان أعتقدش فرق كبير يعني ما بين 80 أو ما بين 120 مليون أولا هذا هو الراتب اللي ربما كان يطمح في أن يحصل إليه عليه إيرفيرونار ما بعد نهاية كاسفرقية للأمم كدل هذه الأمور كان أعتقد على أن المصدر الحقيقي فيها هو الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم وبحل الذي ذكرت وأكررت أعلن من دون أنني نشكك في المصادر التي جابها الزملاء في جريدة المساء نذكر بالأرقام السي هشام ونذكر الفرصة مهمة العهداء على جريدة المساء تقول أن الأرقام الحقيقية لرواتب الشهرية التقام للمنتخب الوطني إيرفيرونار 120 مليون سنتيم باتريز بوميل 5 مليون سنتيم يعني أكثر مما يتقاضى مدرب المنتخب الجزائري بالماضي مصطفى حجي 300 مليون سنتيم تفضل أنا غير على إيرفيرونار حيث كنت حاضر في تجمع وكانت تكشف على الراتب إيرفيرونار منذ قدومه فكان في الأول 60 مليون سنتيم مغربية وفي حالة أهوله في كأس إفريقيا لمباراة الربع يعني كان من الأهداف غادي تولي 80 مليون سنتيم هذا يذكر بشيء لماذا أنت ذكرت بهذه الواقعة لأنه أنت تذكرت معي جيدا الطابو اللي كان أول جدا اللي خلقه المدرب إيريك جيرتس البلجيكي اللي ضل متكتما على راتبه لأنه قيل على أنه لما كنت يدرب نديله إلى السعودي كان يتقضى 120 ألف دولار وقيل على أنه باش يجي للفريق الوطني المغربي تقضى نفس الراتب بالرغم أنه رئيس الجامعة أنا ذاك علي فاسي الفريق كان دائما في خارطة الصحفيق يأكد من أن هذا الرقم لا يمكن أن يستحيل أننا نوصل له ديال 120 ألف دولار ولكن مع ذلك ظل الرقم معتم وظل الرقم متسطر عليه إلى درجة أنه دخلت على الخط الكثير من الهيئات الوطنية وأنا ذاك الجامعة خدت قرار من ذلك الوقت بضرورة الكشف على الراتب الناخب الوطني فأعتقد اللي كان عرفه اليوم هو 80 ألف يورو إذا كان 120 ألف يورو كان أعتقد على أنه 80 مليون سنتين مبلغ كبير وكبير جدا فالعقوبة تكون الراتب تكون محل لعبين تكون مستحقات على الحسن يعني تكون إضافات لا أضفنا عبد الله يمكن يكون الراتب الأساسي كيكون هناك التنقلات اللي كتمنح كيكون هناك السكن كتكون هناك السيارة كتكون كذا إذا هذه المجموعة هذه الأشياء التي تضاف إلى الراتب يمكن إذا تجمعات كمنا غيرت عطي 120 مليون سنتين مهم تباك الله هيا نذكره 120 مليون سنتين وما حققنا ولا شيء هو مدرب المنتخب المسري السابق الأرجنطيني إكتور كوبر كان عنده في الأجر دينو 125 ألف يورو يعني أغيري كان أقل منه في الراتب حاليا غيرت أن نذكره بأن المنتخبات المتأهلة للدور الربع النهائي مثل المنتخبات الأربعة والعهدة على مجلات جونافريك الأجر دينو كالتالي مدرب متخب الجزائر جمال بالماضي أتقدى خمسة وخمسين ألف يورو الألماني مدرب المنتخب النيجيري تشعد واربعين ألف يورو وسبعمائة الفرنسي صديق يشام خمسة وعوشين ألف يورو الو سي سي ثلاثة وعوشين ألف يورو يعني أرقام شبالك في هذه السيشام؟ أرقام متباينة ولحساب قيمة المدرب والطريقة اللي كيشتغل معها وكنظر بأنه أنا يعني كي المدرب اللي في البداية ما كي قررش على هو إيشنا معت النقطة لألانجيريس هو أضعب يجرب تقريبا أنا شوف أنا رمش يضعب ألانجيريس لأفغلت نسب لي هذا هاتولي عندي مشكلة معاه وأنا يا السيد ما بينه وبينه وغير الخير والإحسان أنا كننظر على فلسفة كنحلله مباريات طريقة لعب فراق منتخبات يعني نقضي يعني بالناء باش الإنسان كيستفد والمشاهد تاوه كيحتار منها كنحتار ما يعني الفكر ديال المشاهد الكريم لأنا مايمكنيش نقوله شي حويج ونكدموه على الناس أنا كنقولك الواقع اللي كنشوفوه من خلال مباراة محطوطة أمامي كيفاش طريقة ديال اللعب ديال هذا الفريق كيفاش أسلوب ديال هذا المدريب وهذا المدريب باش كيف فرق على هذا المدريب هاد الأمور هذي كنبنيها باش أنا يعني كنخرج يعني واحد الكلام دي كيكون فيه يعني إفادة في شوية المنطيق وصراحة مع الصالير ديك شي منطيقي شوية لا صالير ديك شي رزقوه سعب الله صالير كيكون فيه بزيال ديال العواميل يعني واش هادك المدريب بتيكون في موقع قوة يعني متل نجو نشوف مثلا مثلا تونس إذا كان عنده راتب رهما جتا تتأهله ربما جابه حد الفترة من يمشل بن زلطي كان على عجال من أمره وكان هو قالس وجابوه يعني قبل بدك شي ربما لم يناقش عرضوا عليه واحد المبلغ ودخل نعم يمكن اليوم إذا استمر هذه غد يرفع غير لا إذا قرب سينيقال هادك ابن الفاريخ يعني دايما الراتب اللي بدأ بأرفيرونار هو 60 ألف 60 مليون سنتيم بعد التأهل لكأس العلم وضيفت إليه عشان والعقد شريعة المتعاقدية طبعا عشان لكأس العلم